بكرة حكم آآ المباراة روبرتو جارسيا آآ اروزكو تاريخ ميلاده اربعة وعشرين اكتوبر اربعة وسبعين انا الحياة مش هتكلم عن حكم المباراة ولا هقول ان هو وحش ولا ان هو كويس احنا ياما قولنا وتكلمنا امبارح وتكلمنا اول امبارح وتكلمنا الفترات اللي فاتت ان يا جماعة اذا كان هناك آآ حكم اجنبي من فضلكو هتقولنا طاقم حكام اجنبي يتعلم منه المصريين حكم من الاليت ايه انا مش هتكلم خلينا نبقى واقعيين ونشوف ايه اللي هيحصل بكرة فيه على ارض الملعب او على ارض الواقع دي هو ده دايما منهجنا نشوف ونتكلم آآ بدأ آآ مسيرته التحكمية سنة اربعة وتسعين خد الشارة الدولية في الفين آآ وسبعة وتم اختيار جارسية في الفين وحداشر من اجل ادارة مباراة كأس العالم تحت سبعتاشر سنة وبعدين شارك في ادارة مباراة كأس العالم للاندية في الفين وستاشر وادارة مباراة واحدة فقط جامعة ما بين سانداونز وكاشيما انتيلرز وله تجربة سابقة مع المنتخب المصري الوليمبي حيث ادار اللقاء الذي شهد فوز الفرعنة في دور المجموعات باولمبياد لندن الفين واثناشر بنتيجة تلاتة واحد امام بيلا روسيا من اهم المواقف المثيرة للجدل لهذا الحكم ادار اللقاء كلوب يونيفرسيداد وناسونال امام روخو دي فركوزو في ربع نهائي الدور الدولي المكسيكي واتخذ عدد عدد من القرارات المثيرة للجدل في صالح اصحاب الارض هو ده اهم حاجة عندنا نتكلم عنها او بحكي لحضراتكم شوية عن الحكم المكسيكي روبرتو جارسيا روكسو رزوكو الحكم اللي حيكون حكما للساحة غدا في مباراة النادي الاهلي والنادي المصري بعدما طلب النادي المصري استقدام حكام اجانب لهذه المباراة طيب خلينا بقى انا اشتركوا في القناة